أهلا بحضراتكم من جديد طبعا بالتأكيد في البداية عايزين نتطمن بسرعة على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي خلاص دخل في معسكر من حوالي يومين ثلاثة في إمارة عجمان تم تحديد المباراة الودية الفريق استقر على القايمة اللي يلعب بها المباراة الودية فيها تدعين كبير جدا من عدد من لعبي قطاع الناشئين في الزل صفر وغياب نجوم الفريق الأول اللي موجودين حاليا في الأجندة الدولية مع المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى حوالي خمس لعيبة لسه بيستمروا في استكمال البرنامج التأهلي الكابتن محمود الخطيب كان ليه زيارة مهمة جدا للعابين والجهاز الفن النهاردة قبل انطلاق المران وتفاصيل كتير بالتأكيد محتاجين بقى نعرفها من خلال لازمين فاروق صلاح المتواجد حاليا في إمارة عجمان عشان نعرف منه كل الجديد في معسكر الأهلي فاروق مساء الفل أخبارك طمين على البعثة وآخر الجديد عندك في معسكر الفريق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة متابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما انت قلت يا محمد في البداية اليوم الثالث لفريق النادي الأهلي هنا في الإمارة عجمان بعد يعني الأول يوم كان وصول النادي الأهلي يوم السبت الماضي كان تدريب أول لفريق النادي الأهلي على ملاعب نادي الشرطة بي عجمان أدى النادي الأهلي تدريبين يا محمد السبت والأحد على ملاعب نادي شرطة عجمان الفريق فضل مستر كولر أنه يغير ملعب التدريب النهاردة وقدى الفريق التدريب الأول على ملعب نادي الحمرية وخلينا أقولك أن الملعب التدريب الأولاني في ملعب نادي شرطة عجمان أرض الملعب ممتازة جدا ولكن مستر كولر فضل أنه يغير ملعب التدريب محتاج ملعب يكون بمساحة أوسع ملعب نادي الشرطة قريب شوية من ملعب نادي من ملعب السلام مستر كولر فضل أنه يكون التدريب في مساحة أكبر وبالتالي تم تغيير ملعب تدريب للنادي الأهلي أدى اليوم تدريب أول على ملعب وملعب يعني لقص تحسان المستر كولر الجهاز الفني الجميع النهاردة تدريب التالت للنادي الأهلي يعني تقدر تقول بقى من خلاله مستر كولر بيحط دي على بعض الأمور يعني خلاص التشكيل أو الأمور اللي لعب بها غدا أولى المباراة الوديلة هتكون أمام فريق الأخدود السعودي والمباراة اللي زي ما قلنا وأعلن من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال إدارة إعلام النادي الأهلي هتكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة طبعا محمد في مستهل كلامك كلمت على زيارة الكابتن الخطيب اللي كان تواجد بالفعل اليوم مع بعثة تفريق للنادي الأهلي في مقر الأقامة بعد تتويج النادي الأهلي كأفضل نادي في الشرق الأوسط جائزة جلوب سكر وتتويج النادي الأهلي بهذه الجائزة كابتن الخطيب النهاردة تواجد مع البعثة تواجد في مقر الإقامة وأيضاً تواجد في تدريب فريق النادل اجتمع لدقائق مع الجهاز الفني واجتمع مع اللعبين ووصل لهم رسائل كتير جداً طبعاً من الكابتن محمود الخطيب لعيب للنشئين اللي موجودين معنا في المعسكر محمد تواجد الكابتن الخطيب بالنسبة لهم يعني أمر كبير جداً يعني منتهى السعادة بالنسبة للعبين نصائح الكابتن الخطيب اللي قالها للعبين النشئين قبل انطلاق المران قدت مزيد من الحماس من الروح المعنوية رفعت من الروح المعنوية للعبين ثقت مجلس قدارة النادل اهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب في اللعبين فيش فرق عندنا ما بين لعيب أساسي أو لعيب بديل أو لعيب ناشئ كلهم يعني تقدر تقول عناصر يحتاجها وقت ما يحتاجها النادل اهلي هيكون ان شاء الله جادرين بتمثيل للنادل اهلي المسئولية الكبيرة جداً اللي بتطورث أجياء للنادل اهلي طيب عايز اتطمن على اللاعبين اللي معك في المعسقر يا فروق يعني الحمد لله يمكن فيه زخيرة جيدة جداً من قطاع الناشئين كلهم جاهزين بيفكروا ازاي في المعسقر زي دا ونظرة كولر للمعسقر الاستفادة اللي عايز اطلع منها يعني نظرة كولر وما دا الاستفادة من المعسقر خليني يا محمد برضو ان احنا نتكلم على اجتماعه مع اللعيب للناشئين في يعني الاسناء الفترة التدريب اللي كانت موجودة في ملعب مختار التيتش ورسيله للعبين في اجتماع اخير يتكلم معهم طبعاً في وجود الكابتن خالد بيبو قال لهم ان الفرصة دي ما بيجيش كتير يعني انك تكون متواجد جوال نادي كبير نادي كل هدفه دايماً البطولة هو النادي الاهلي فبالتالي الفرص لما يكون اللعب ناشئ وتجيلك فرصة لازم تتمسك بالفرصة قال لهم فترة المعسقر يا فترة مهمة جداً كل واحد فيكم محتاج يستغلوا كل دقيقة وكل سانية وكل ساعة موجودة في التدريب يثبت نفسه ما فيش لعيب في القطاع بعيد عن عنيننا احنا بنتابع كارلوس بيتابع مباراة للناشئين يعني بيبلغ تأرير لمستر كولر الكابتن خالد بيبو بيتابع بنفسه في تواصل مستمر طبعاً من خلال الكابتن وليد سليمان والكابتن بادر رجب والكابتن محمد شوقي مع المسؤولين في النادي الاهلي اوجه استفادة تانية متعددة محمد بالنسبة للعيب زي وسام أبو علي يعني وسام أبو علي اعتقد يعني الظروف والتوقيت انضمامه للنادي الاهلي مع وجود هذا المعسكر سهلت أمور كتير جداً في تعامله مع اللاعبين وسام يعني التدار طولي محمد يعني النهاردة تالي تيوم ما تحسش أنه وسام غريب لا خلاص دخل في الأجواء بدأ المدعبات ما بينه ما بين اللاعب للنادي الاهلي دور كبير جداً مع يعني الكابتن النادي الاهلي رامي ربيعة السلية طاهر أفشة مودست نفسه مع وسام أبو علي يعني خلاص دخل في الأجواء سريعاً يعني بعض الأفشات بقى والجوانب الهزار يبقون ما بين اللاعبين تعرف يا محمد بتبدي مزيد من الروح ما بين اللاعبين مستر قولر بتتكلم مع وسام بنشوفه في التدريب يا محمد مش عايزيني نحن نقول كلام بيزبق الأحداث أو نحن نقول كلام العيب إن شاء الله مميز العيب إضافة بالزبط يا محمد لكن في حاجات بتبلك في التدريب يعني أعتقد إن شاء الله هيكون إضافة قوي جداً كلام كتير جداً نحن مش عايزين نزبقه زمان طولتر محمد لسه بدري ولكن العيب إضافة قوي جداً توقيت المعسكر ده كان مهم جداً يعني ما بنتكلمش في استفادة فنية قد من إنه هو يكون استفادة لي في الانسجام مع اللاعبين فترة كافية جداً يعرف الأجواء داخل الناد الأهلي أعتقد هي من أموره المهمة جداً اللي بيستفيد من خلالها مستر كولر في هذا المعسكر طيب سؤال أخير يا فاروق زكري عيتم بطرحها إقامة المباراتين هتبقى فين عشان جمهورنا بالتأكيد اللي موجود في الإمارات وعايز يحضر برضو يعرف منك آخر المعلومات يعني خلينا أقول لك محمد بالتحديد المباراة الأولى مباراة الأهلي أمام فريق الأخدود السعودي طبعاً المباراة تكون على ملعب نادي التحدي الكلباء وده واحد من الملعب المهمة جداً نادي الأهلي الكابتن خليب بيبو راح تابق الشاف الملعب وتم اختيار الملعب وهو الملعب يا محمد آب يبعد شوية عن مقر إقامة تفريق الندالي تقدر تقول مثلاً ساعة أو ساعة وربع ولكن مستر كولر الكابتن خليب بيبو هو اختار نوعية الملعب اللي عايز يتناسب من خلاله أنه يطبق فكره ويطبق الأسالية أسلوب اللعب اللي عايز يلعب به يكون أرض ملعب قريبة جداً لي أنت عارف أن مستر كولر بيحب المساحات شوية فبالتالي تم اختيار هذا الملعب يكون طبعاً فيه حضور جماهيري طبعاً فيه تم إعلان أسعار تذاكر يعني ما بتكلم بين 50 درام لـ 75 درام خلينا أقول لك برضو أن فيه مصريين كتير جداً من كل الإمارات هنا في الإمارات العربية المتحدة من دبي من أبوظبي من الشارقة من عجمان الجميع بيتصابق إن شاء الله لحضور هذه المباراة العيبة كتير يا محمد أنا برضو يعني وأنا بغتم معك عايز أطمنك على حاجة مهمة جداً تشوف العيب زي كريستو أعتقد عودته من الإصابة عامل حلقة جداً شايفه بيظهر بشكل مميز جداً في تدريبات النادر الهلي أنتوني مودست محمد مختلف تماماً أنتوني مودست ما قبل مباراة فيوتشر مختلف تماماً عن أنتوني مودست بعد مباراة فيوتشر خلاص بدأ دخل في الأجواء الروح اللي بينه بين اللعبين عنده شراسة في التدريب عايز يقول لي مستر كولر لا أنا موجود وهكون واحد من اللعيب الأساسية في تشكيل النادر الهلي إن شاء الله الأجواء دي ومرضودها يكون على النادر الهلي خلال الفترة القادمة بإذن الله بإذن الله زميلة العزيزة فاروق صلاح شكراً جزيلاً لك على كل هذه الأخبار والمعلومات من معسكر فريق النادي الأهلي وبالتأكيد معلومات مهمة جداً متعلقة مبارتين وديتين وكيف يستعد الأهلي للمرحلة القادمة في ظل غياب حوالي يعني بنتكلم في عشرين لاعب يعني فريق بالكامل مش موجود ربنا يكون فعون الجاز الفني للتحضير للفترة اللي جاية